هنروح للخبر المحلي الوحيد معنا وهو أن الاتحاد كرة اليد أعلن التعاقد مع كارلوس باستور المدرب المدير الفني الأسباني وتعاقد معه التذيب منتخب مصر طبعا خلفا للمدير الفني السابق وهيستمر معنا كارلوس حتى بعد أولمبياد باريس عشرين وعشرين طيب المدرب ده بيسموه الأستاذ في أوروبا لأنه تخرج من تحت إيده مدربين عظام كثيرين والحقيقة ليه أسباني؟ لأن المدرسة الأسبانية مشى مع مصر زي الفل يعني 100 فل و14 بص بقى عد معي عندك المدير الفني الأسباني يعني السابق لمنتخب مصر كرة اليد كان عامل شغل كويس جدا عندك مستر أجوستي بوش عندك الناحية التانية المدير الفني الأسباني مع نادي الزمالك في كرة اليد عندك ديفيد ديفيس المدير الفني الأسباني في كرة اليد في النادي الأهل المدرسة الأسبانية مشى مع مصر التمان تفهمش يمكن عباها حربة متواصلة زي بعضه بتاعه بس جينات قريبة بيفهم بسرعة اللعيب المصر بيفهم طبيعة اللعيب المصر ومدير فني زي ده انت محتاج عندك جيل كويس محتاج حد بس يحط بصمته وجهد فني مع الفريق في مدربين كور خرجوا من تحت إيد المدير الفني الجديد كارلوس تتمنى له كل التوفيق والفترة اللي جاية عنده التزامات المنتخب ولكن انا عايز اشير هنا او اوضح ان اتحاد كرة اليد دايما سبقيت التغيير حصل في وقت مناسب بعد بطولة العلام اللي فاتت عندك فترة يبقى لازم تغير لو عايز تغير التغيير ما حصلش قبل كده ليه لانك كانت الدنيا متلحمة بيفكروا بهدوء مفيش انفعلات كرة اليد بأمانة والاتحادات المتعطبة دايما بيحطوا يعني سياسات واضحة وبيكلها عكاس كبير جدا على مستوى كرة اليد المصرية